موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة في مطلع العام الميلادي الجديد و كل عام و انتم بخير رصدت الاستخبارات الامريكية كما وصفته بسعي السعودية لتصنيع صواريخ باليستية مستعينة بخبرة الصين و نشرت الصحافة الامريكية صورا التقطتها اقمارا صناعية لمكان المصنع الادارة الامريكية اعلنت عن عزمها فرض عقوبات على المنظمات الصينية في حين اعتبرت الرياض بان مصالحها الاستراتيجية ليست حكرا على تعاونها مع واشنطن اما بكين فقد صرحت بان تعاونها العسكري مع الرياض لا ينتهك اي قانون دولي ما حقيقة و ما عمق التعاون العسكري بين بكين و الرياض و ما تداعيات التعاون العسكري الصيني السعودي على العلاقة بين واشنطن و الرياض و ما سبب الانزعاج الامريكي من العلاقة المتنامية بين الصين و دول الخليج العربية للحديث عن هذا الموضوع نسعد باستضافة من الرياض اللواء الدكتور متقاعد زايد العمري عضو المنتدى الخبر السعودي و من لبنان الاستاذ محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية و الخبير في الشؤون الصينية قبل البدء نتابع هذا التقرير حول التعاون العسكري الصيني السعودي ثم نعود الزمان الثالث والعشرون من ديسمبر الماضي والمكان منشأة قرب الدوادمي غرب العاصمة السعودية الرياض تقول شبكة سي أن أن الأميركية أن صواريخ باليستية بمساعدة الصين تنتج هناك لا يسهب تقرير السي أن أن في التفاصيل كثيرا لكنه اكتفى بالقول أن صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة تصوير تدعى بلانت بين السادس والعشرين من أكتوبر والتاسع من نوفمبر الماضي أظهرت حدوث عملية حرق في المنشأة وهو أول دليل لا لبس فيه على أن المملكة تعمل على إنتاج صواريخ وفقا لخبراء استعانت بهم الشبكة معلومات أثرت توترا في أروقة السلطة الأمريكية التي تراقب منذ عامين النشاط الصاروخي بين الصين والسعودية بعيد تقارير لوكالة المخابرات الأمريكية عام 2019 تؤكد شراء السعودية لصواريخ باليستية من الصين وفيما لم تصدر مواقف رسمية أمريكية بهذا الشأن تواجه إدارة بايدن أسئلة ملحة حول ما إذا كانت تقدم السعودي في مجال الصواريخ الباليستية يمكن أن يغير ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقد جهود توسيع شروط الاتفاق النووي مع إيران لتشمل قيودا على تكنولوجيا الصواريخ الخاصة بها غير أن المملكة المتخوفة من نتائج الاتفاق النووي ومن القدرة الصاروخية الإيرانية بدت مصرة على تعزيز قدراتها الباليستية بعدما رفضت واشنطن تزويدها بحاجتها من الصواريخ الأمر الذي يحد من قدرة الولايات المتحدة على دفع الرياض إلى إيقاف مشروع إنتاج الصواريخ الباليستية لو أزايد مشهد التسلح أو سباق التسلح في المنطقة ملتبس يعني الكائن الصيوني إسرائيل يعني لا أحد يراغب هذا التسلح في كل الملفات الصواريخ أو حتى سلاح النهوي إيران في ملف الصواريخ الباليستية لا يوجد هناك من يتابع هذا الملف وملف الأسلح النووية إلى الآن متعثر ماذا تشكل هذه الصفقة التي تحدث عنها شبكة سين أن لأمن المملكة العربية السعودية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بادي إذي بدأ أن منطقة الشرق الأوسط يوجد فيها أربع إرقيات يجب أن تدرس المنطقة من خلالها الأمة العربية والفارسية والتركية وأيضا سواء قبلنا بوجودهم أم لما نقبل بوجودهم الدولة إسرائيل التي أحتلت جزء من الأمة العربية إذن هذه التعامل دائما سواء من خلال الولايات المتحدة الأمريكية أو من جميع الدول الفاعلة في النظام العالمي الجديد تنظر إلى هذه الأقليات بنظرات غير واضحة وغير ثابتة وتحاول أن تكون هذه المنطقة على صحيف ساخن أعود لتقرير الأمريكي التقارير الأمريكية هي بين صنفين بثارتا لهم أنا لا أم في قدرة الاستخبارات الأمريكية على أن تكون لديها تقارير صادقة ومثوقة ولكن هذه التقارير سبق إنها لا تظهر إلى الإعلام وإنها تكون في حدود البنتاجون وقد تعرض بطريقة الإيجاز المختصر في بيت الأبي لكن هناك تقارير مسيسة وتقارير تحاول أن تزرع مشكلة تحاول أن تدير فتن سابقة مثل هذا التقرير أنا لا لا أم فيه ولا أكره ولكنني أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عودتنا على الكذب من السابق فحينما هاجمت صدام حسين قالت إنه يملك أسرحة ذرية وحينما قضت على يعني الإمكانات وقدرات تدير لك عراق وأخرتها خمسين سنة للمستقبل قالت إنها ليس لديها ما يثبت أن هناك أسرحة نووية كانت تستحق تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لكن أعود وأقول أن العلاقات السعودية الصينية هي علاقات تعاون عسكري قبل أن تكون تعاون دبلوماسي فالمملكة العربية السعودية تعاونت منذ 1985 بينما لم تصل إلى العلاقة الدبلوماسية بين المملكة وصين إلى 1990 نعم ساد محمود ري من لبنان بصفتك متابع جيد جدا للشأن الصيني الآن يعني على ضوء هذه التقارير التي اللواء زايد يقول أنها لا ينفيها ولا يؤكدها ما هي النهج الذي تسير عليه الصين في تحالفات في المنطقة فهي من ناحية لديها تحالف معلن مع إيران والآن هناك تزويد المملكة العربية السعودية هل الصين تتبع نهج محدد في هذه العلاقات أم أنها تتعامل مثل البائع الذي يريد أن يبيع المنتجة الصين لا تبني علاقاتها التبلوماسية والسياسية والعسكرية على نهج التحالف إنما تبنيها على نهج التعاون على أساس قيام الشراكة الاستراتيجية وهي وقعت اتفاقيات في هذا المجال مع دول مختلفة في المنطقة وفي العالم يمكن أن نأخذ إيران مثلا من ناحية ونأخذ السعودية والإمارات وتركيا من ناحية أخرى وكذلك للصين علاقات جيدة في مختلف المجالات مع إسرائيل حتى هذا يعني أن العلاقات الصينية مع العالم لا تقوم على مبدأ التحالف مع طرف ضد آخر وأنما تقوم على أساس إقامة ما يسمى مجتمع المصير المشترك للبشرية على مختلف المجالات ربما يكون المجال العسكري هو الأكثر إثارة لانتقاش في هذا المجال كيف كيف يمكن أن تقوم دولة بعلاقات عسكري مثلا دولتين مختلفتين الأساس بهذا المجال أن الصينية تدخل بالشؤون الداخلية للدول ولا حتى في العلاقات الدائية بين الدول الأخرى هي تقيم علاقاتها على الأساس أن تكون هناك علاقات قوية مع مختلف العالم في مختلف المجالات عندما يحتاج أي طرف إلى أي مساعدة فهذا فالصين جاهز أن تقوم بهذه المساعدة ومن هذا الأمر العلاقات العسكرية مع السعودية مثلا وكذلك العلاقات العسكرية مع إيران وما قيل عنه مثلا بناء محطة عسكرية في بناء أبو طبي والذي توقف في مرحة الأخيرة بسبب الضغوط الأمريكية على الإمارات العربية نعم لواء زايد طبعا يعني دول الخليج العربي سبق أن أبدت نوع من العتب على الولايات المتحدة نتيجة للتنسيق على المستوى الذي كان في عهد الإدارة الدمغراطية السابقة خلال حكم باراك أوباما وتم عقد مؤتمر في كامب ديفيد لترضية دول الخليج ومحاولة طمانتها المخاوف تعود من جديد بعد عودة الإدارة الدمغراطية وموارسة نوع من الضغوط سمها الضغوط العلامية على المملكة العربية السعودية هل تعتقد أن خارطة التحالفات الاستراتيجية التي تتعلق بالأمن ستتغير في المستقبل المنظور نعم وبالتأكيد أستاذ داهم القيادات الخليجية لدول الخليج العربية قيادات شاب القيادات تبحث عن مستقبل بعيد المدى وتبحث عن إيجاد دول تستطيع أن تحمي نفسها الآن أعلن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان أن الشرق الأوسط سيكون أوروبا الجديدة أوروبا الجديدة تحتاج إلى حماية وهذه الحماية تحتاج إذا علاقات ثنائية لكي تستطيع هذه الدول وخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في الوقت الحاضر هي التي تسعى بشكل أكثر وجدية أقوى إلى التوازن بين التنمية وبين المحافظة على هذه التنمية الخطة الطموحة 20-30 للمملكة العربية السعودية تسعى إلى أن توطن التقنيات داخل المملكة العربية السعودية وأن العقود سواء للأسلحة أو لغير الأسلحة سيكون جزء منها يصنع على أرض المملكة العربية السعودية طبعاً طبعاً هذه القرارات الحاسمة لا شك أنها لا تطرب أو لا ترضي الجانب الأمريكي ولكن هذه دول المملكة العربية السعودية تحدث عنها تسيادة وتستطيع أن تمت بيدها للشرف والغرب والشمال والجنوب بحيث أن تسعى إلى تسريح نفسها وأن تسعى إلى أن يكون قرارها بيدها ولن يكون قرار أي دولة بيدها ما لم تملك القدرة على تصنيع ما يحمي ذاتها المملكة العربية السعودية هي بلد استثماري بقوة وبجذب عالمي في الوقت الراهن من خلال الموعد 20-30 المملكة العربية السعودية تحتضن الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية فيها أكثر من 30 مليون هذه المكونات في هذا البلد تحتاج إلى حماية إذن هذه الحماية تحتاج إلى قوة الأمن الوطني دائما هو هاجس لكل رئيس أو كل ملك أو كل أمير بدأ يعني يحاول أن يحقق هذا الهاجس حتى يعيش الشعب في أمن وأمان ويستطيع أن ينجز ما يعلم شعب المفهوم لواء زايد يعني هو سبق للمملكة العربية السعودية عندما واجهت يعني موقف مماثل يعني مسأ منها الاستراتيجي وانتشرت إلى يعني صفقة الصواريخ المعروفة للجانب الأمريكي يعني هل هذه صفقة التسليح التي تكلمت عنها التقارير الأمريكية هل ستوفر يعني في تفاصيلها يعني يعني الأمن للمملكة العربية السعودية يعني بغض النظر عن الموقف الأمريكي المتردد يعني في مسأل التزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة بكل تأكيد هذه الأسلحة هي أسلحة ترجع أو كما يعرف فوق التقليدية والأسلحة ترد عادة هي لا تستخدم يعني كسلح عسكري عملياتي أو على المستوى التكتيكي يعني يستهدف به أهداف عملياتية أو تكتيكية لكن هذه الأسلحة تحقق التوازن في منطقة الشرق الأوسط التي تحتاج إلى التوازن الأمة العربية تحتاج إلى أقول ذلك بشكل شخصي إلى قوة تستطيع أن تخلق توازنات في الشرق الأوسط الآن إيران تدأي وتتعى ولديها ملف نووي قوي جدا ولديها قدرة في الصواريخ الباليستية كبيرة جدا تركيا إسرائيل الأمة العربية تحتاج إلى أن تكون أيضا على قدم المساواة وأن تحقق التوازن أو التوازن الرزع أقصر التوازن الرزع والمملكة العربية السعودية أجدر أن تحقق هذا التوازن في منطقة الشرق الأوسط نعم ننتقل ساد محمود ساد محمود يعني ما الذي يزعج واشنطن في مسألة تزويد الصين لدول الخليج العربية ومن ضمنها مملكة العربية السعودية بالأسلحة يعني نحن شفنا الضغوط اللي أشرت لها حضرتك اللي مارسيتها واشنطن على يعني فيما يتعلق في صفقة تسليح الإمارات وتم توقفها ألا تعتبر الصين أن هذا التدخل الأمريكي يمس مصالحها المباشرة هو ما يزعج الولايات المتحدة يتعلق بالصين بحد ذاتها ربما لو صفقات الأسلحة من دول أخرى حليفة للولايات المتحدة الأمريكية تغض الطرف عنها الطرف عنها بشكل أكبر بكثير وحتى هذه الصفقة الآن يعني ننتظر ماذا سيكون الرد الفعل الأمريكي فهل ستعتبر أن تزويد الصين بتقنية صناعة الصواريخ للمملكة العربية السعودية سيفيد في مواجهة الوضع الإقليمي العام الذي تعيشه في المنطقة سواء في إيران أو في غيرها من المناطق أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعتبر أن الصين تدس أنفها في ملف حساس جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو ملف ما يمكن تسميته الدول القريبة منها في منطقة الخليج ولا سيما السعودية هذا الأمر ينتظر حتى الآن رد فعل الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية لنعرف كيف ستتواجه الأمور وهل ستضغط على السعودية وهل ستقبل السعودية هذه الضغوط لكي تتوقف عن التعاون مع الصين في ملف الصواريخ وما هو البديل هل ستزود الولايات المتحدة الأمريكية الصين تصور كامل لكيفية سير الأمور في هذا المجال نعم مشاهدينا تعتبر الصين أكبر شريك تجاري للسعودية حاليا وأكبر مستورد للنفط السعودي وهذا مؤشر على التطور الكبير الذي عرفته العلاقات بين البلدين نتابع أبرز مراحلها في هذا العرض موسيقى موسيقى لوازايد الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل قال ذات مرة أن الصين ليست بالضرورة في صداقة أفضل من الولايات المتحدة لكنها أقل تعقيد في رأيك العلاقة المعقدة التي تجمع دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة هل جعل الدول الخليج تشعر بالقلق خصوصا من ناحية التسليح العسكري خصوصا أن ملف الأسلحة النووية الإيرانية يعني يكاد يكون بطيء وهناك مخاوف من وصول إيران إلى سلاح النووي إذا مخاوف من 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 يصل إلى كرسي كونغرس يعطي رأيه بتجرد وبالتالي يؤثر على العلاقات الأمريكية بجميع دول العالم المملكة العربية السعودية تنظر إلى الصين مثلها مثل أي دولة أخرى المملكة العربية السعودية بدأت تنتقي بعناية ماذا تحتاج وما هي الدولة الأفضل لتقديم ما تحتاج ها المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية أصبحت نظرتها شاملة وأصبحت لديها قدرة على التمييز واختيار الأفضل لمناخ المملكة العربية السعودية لقدرات المملكة العربية السعودية لما يقدم ويضاعف الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية إلا المملكة العربية السعودية لديها حرية الاختيار من الشرق أو من الغرب وكما قلت لك أن الجانب الأمريكي محاط بتعقيدات في مسألة البيع سواء للمملكة العربية السعودية أو غير المملكة العربية السعودية لكن الصين هناك سهولة أكثر في الوصول إلى مضنات لواء زايد ضيفنا من لبنان سيد محمد ريا أشار إلى أن صفقات تسلح بشكل عام من الصين للسعودية أو دول منطقة تتعرض لضغوط أمريكية هل تعتقد أن في هذه الصفقة التي انتشرت أن السعودية تحتاجها لأمنها الوطني هل ستخضع للضغوط الأمريكية هل ستحاول الدارة الأمريكية إحباط التوجه السعودية إلى أي مصدر آخر للتسليح لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول ولكن المملكة العربية السعودية ثق تماما أنها لن تقتل ولن تساوم على أمنها الوطني مطلقا وأن قيادة المملكة العربية السعودية متجهة إلى أي دولة تقدم لها ما يتناسب مع قدراتها ومع تقديم مضاعف الأمن القومي السعودية نعم ساد محمود ريها من لبنان الخبير بالشأن الصيني يعني كما هو معروف وحتى بعد قرارات قمة الرياض الأخيرة دول مجلس التعاون تتحرك ككتلة واحدة في الشأن العسكري وهناك غرفة عمليات مشتركة وقائد ميداني وتمرينات عسكرية مشتركة يعني بكل وروح ترسل رسالة للخارج أن دول مجلس التعاون وحدة هل تتعامل الصين في مسألة تسليح لدول مجلس التعاون فرادة أو كمجموع يعني بهذه النظرة وهذه الأهمية على اعتبار أنها أصبحت ككتلة واحدة من الدول الرئيسية المؤثرة في المنطقة الصين تتعامل مع الدول كما تريد هذه الدول أن يكونوا التعامل معها يعني هي تتعامل مع الدول العربية مثلا بشكل جماعي من خلال جامعة الدول العربية وتتعامل معها بشكل فردي حسب رغبة كل دولة في تطوير العلاقات معها وكذلك بالنسبة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإذا كان هناك قرار لدى هذه الدول بالتعامل بشكل جماعي وبشكل منصق ومشترك مع الصين فستكون فرصة جيدة للصين لكي توسع فكلما كان السوق أكبر كلما كان هذا أفضل للصين ولكن عندي مسألة لا بد من الإشارة إليها وقد تحدثت فيها مع العديد من الأصدقاء الصينيين أعلاميين وسياسيين وحزبيين وهي أنه يجب أن تحاول الصين أن تلتفت إلى مسألة أساسية وهي عدم وقوع دول الخليج ودول العربية بشكل عام أمام خيار بين الولايات المتحدة والصين لأن وصول الأمر إلى هذا الحد أن تختار هذه الدول بين الولايات المتحدة والصين وهذا أمر تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية في وقت من الأوقات سيؤدي إلى أن تكون كفة الصين غير راجحة في هذا المجال بالتأكيد لأن الدول العربية والسلامة الدول الخليج وغيرها لن تتخلى عن علاقاتها التاريخية والحاضرة والمستقبلية مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز العلاقات مع الصين وهنا تكمن المشكلة الأساسية في هذا التعاون الكبير القائم حاليا ضمن ما نسميه انفراجة أمريكية أو سماح أمريكي أو غض نظر أمريكي لكي تستمر هذه العلاقات بهذا الشكل نعم أنا أنقل السؤال اللواء زايد اللواء زايد نقطة الإشارة لها السيد محمود وهي أن محاولات تخيير دول من التعاون الخليج والدول العربية بين الصين والولايات المتحدة في ظل الصراع الاقتصادي والسياسي وحتى العسكري الآخذ في التزايد مؤخرا بين هذين العملاقين باعتقادك هل دول الخليج بشكل عام منتبهة لهذا الصراع وتحاول أو لديها جراءات لتكون بمنأة عن هذا الصراع في مساء العدة اقتصادية وحتى عسكرية لا شك أن دول الخليج لن تضحي بعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية فعلاقة دول الخليج العربية على الولايات المتحدة الأمريكية علاقة قوية ومتينة وأيضا هي تنظر إلى دول أخرى إلا أن يكون لها نفس العلاقة وأنا تعقيبا هذا سؤالك السابق أنه يكون تسريح دول الخليج العربية من الصين أنا كعسكري لا أرى بهذا الرأي لأن دول الخليج العربية يجب أن يكون لديها مزيج من الأسلحة الشرقية والغربية مزيج من التكتيفات ويجب أن لديها القدرة على أن يكون لديها قيادة مشتركة وأن تستخدم جميع التقنيات وحتى التصنيع العسكري نعم التصنيع العسكري نحن مؤخرا في المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية فيه تصنيع عسكري متزايد التصنيع العسكري 24-30 ستذهب بالتصنيع العسكري إلى أن يكون من إنتاج المملكة العربية السعودية 100% وأتمنى دول الخليج كلنا أخوة أتحدث بلسان الكويتي والكويتي تحدث بلسان العماني الدم واحد واللغة واحدة والدين واحد أنا سعودي وأهلي كويتيين أنا سعودي وأهلي قطريين نحن شريحة واحدة لكن أنا أرى بالنسبة لك أن يجب أن ننظر إلى العالم كله وأن نحاول أن يكون تسريح دول الخليج العربية خليط ومزيج من الأسرحة ومن يرى أن الدول الخليج ستضحي بالعلاقة الأمريكية أنا أرى أن هذا ليس في المستقبل للمنظور مطلقاً فالعلاقة الخليجية الأمريكية علاقة استراتيجية متينة ولكن ليس على حساب أن المملكة العربية السعودية أو دول الخليج توقف علاقاتها مع الدول الأخرى وإجابة لسؤالك فإن دول الخليج لا أرى أن تنظم لا إلى المعسكر الشرقي ولا إلى المعسكر الغربي وأن تنقى بنفسها وأن تحافظ على أمنها بقدراتها بذاتها بذاتها شكراً لواء زايد نظراً لضيق الوقت ونشكرك على المشاركة وصلنا مشاهدينا لختام هذه الحلقة من المملكة العربية السعودية اللواء المتقاعد الدكتور زايد العمري عضو منتدى الخبرة السعودي ومن لبنان الأستاذ محمود ريا مدير موقع الصين بعيون عربية والخبير في الشؤون الصينية نشكركم على حسن المتابعة نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله اشتركوا في القناة